الموجة الثانية مرحبا منذ أشهر تم لقاء ما بين وما بين الأخ أيمن نور الأخ توكل كرمال والأخ عماد الدامي واتفقنا على أن نبعث مؤسسة سميناها مؤسسة الدفاع عن الثورة العربية والديمقراطية لقائل أني نقول ما هو سبب خلق هذه المؤسسة سبب واضح وبديه أن هذه الثورات التي مثلت ما يسمى الربيع العربي كانت بارقة أمل بالنسبة للشعب المصري بالنسبة للشعب التونسي بالنسبة للشعب الليبي للشعب السوري للشعب اليمني وأيضا بالنسبة لكافة الشعوب العربية التي كانت تنظر إليها على أساس أنها بارقة أمل وأيضا هذه الثورات أثارت إعجاب العالم أجمع وأثارت انتباهه وأعادت الاعتبار مش فقط للشعب التونسي وإنما لكل الشعوب العربية التي ثارت من أجل كرمتها وحريتها بالصفة الحضارية السلمية التي أبهرت العالم والتي أعادت للعرب مكنتهم في العالم لكن هذه الثورات التي كانت منعطف في تاريخ الأمة وأيضا كانت منعطف في تاريخ هذا العالم هذه الثورات حوربت حربا لا هوادة فيها من الداخل ومن الخارج وأجهضت أو على الأقل يتصور الناس أنهم أجهضوا مشروعها وافتوري عليها الكثير ويعني تعرضت إلى حملات من التشويه وفي آخر المطاف تضافرت عليها قوى الشر لكي تؤدي في مصر إلى انقلاب في سوريا إلى حرب مدمرة في اليمن إلى حرب أهلية أيضا في ليبيا إلى حرب أهلية وفي تونس استطاع النظام القديم أن يعود كأن شيئا لم يكن وبراءة الذئب في عينيه استطاع أن يعود عبر صندوق الاقتراع بحيث بدأ وكأن هذه الثورات العربية صفيت وانتهى العرب وانتهى هذا الربيع العربي لندخل في الخريف أو في الشتاء العرب هذه الثورات مرة أخرى افتوري عليها الكثير وكذب عليها الكثير وشوهت وتعرضت إلى حملات من الإعلام الذي كان هو رأس الحربة للنظام القديم تعرضت إلى ما لم يتعرض إليه من قبل أي نظام سياسي ولذلك فأن دفاعنا الثورات العربية هو أن نعرف بالحقيقة وأن نقول بالضبط ما جرى وأن نفضح الآليات التي أدت إلى إجهاض أو إلى محاولة إجهاض هذا الربيع العربي إذن فما هناك حقيقة تاريخية يجب أن تقال ويجب أن يفهمها المواطنون الذين علقوا الكثير من الأحلام على هذه الثورات ثم تحت وطأة الإعلام المضاد أو تحت وطأة المشاكل والصعوبات يعني أصبحوا لا يؤمنون كثيرا أو تخلوا عن هذا الحلم يجب أن نعيد إليهم الحقيقة حتى يكتشفوا فعلا أن هذه الثورة كانت ثورة حاملة لآلامهم ولآمالهم ولهمومهم وأنها حقيقة كانت في خدمتهم وأن محاولة ضربهم هي محاولة ضربهم هم المواطنون والمواطنات لكن أهم من هذه الفكرة أن الدفاع مواقع ولا أقول تبرير لأن وقعت هناك أخطاء واضح أحنا الثوريين السلميين الذين كنا وقود هذه الثورات ارتكبنا أخطاء وأنا مستعد لإعتراف بها لكن الأهم من هذا هو أن هذه الثورات خلافا لما يعتقد هي في بدايتها وليست في نهايتها وأن علينا أن نتمسك بهذه الفلسفة التي جاءت بها هذه الثورات العربية لأنها في آخر المطاف هي المنفذ هي التي ستخرجنا من الظلمات إلى النور وليس لنا من خيار غيرها كل الخيارات الأخرى هي أسوأ من بعضها البعض والحصيلة أنه إذا وجدنا أنفسنا مرة أخرى يعني بين المطرقة والسندان بين مطرقة الإسلام المسلح أو ما يسمى بالحركات الإرهابية ومن جهة أخرى بين نظما استبدادية فاسدة أوصلتنا إلى ما أوصلتنا إليه فأننا آنذاك سنعود ندور في نفس الحلقة المفرغة وآنذاك سنعود إلى مسلسل الآلام وآنذاك سنفقد كل أمل في أن هذه الشعوب أخيرا تستطيع أن تصبح فاعلة في التاريخ إذن القضية الدفاع عن الثورات العربية هي إرجاع الحقيقة قول الحقيقة فيما صار حقيقة ولماذا صارت هذا المصير لماذا انزلقت ولماذا عاد النظام القديم يجب أن نفهم هذه الآليات وأن نضعها في مسارها التاريخي وفي نفس الوقت يجب أن ندعو من جديد إلى انتهاج هذا الطريق طريق الثورة السلمية نحو المجتمع المدني ونحو الدولة الديمقراطية ونحو الدولة المجتمع الدولة التي تكون في خدمة المجتمع والتي لا تستعمرهم هذه المواصلة مواصلة الربيع العربي الذي يظنه البعض أنه انتهى وأنا أقول أنه وسأثبت لكم أنه لا فقط في بدايته هذه المسئولية هي مسئولية الشباب لأنه هو الذي يعني عليها أن يقود هذه العملية هو الذي يجب أن يحقق هذه الأحلام التي جيلي وجيلي الأبا والأجداد ما شيئنا فيها خطوات ولكننا نحققها لكن المشعل الآن سيمر إلى جيل الجديد من القادة ومن الشبان هذا الجيل الجديد من الشبان يعني من القادة الشبان في مصر في سوريا في تونس في كل مكان يجب أن يعني أن ننقل له هذه الخبرة يتصادف أنني يعني والحمد لله أنني كانت لي الخبرة يعني خبرة نصف قرن من النضال السياسي جزء من كبير في المعارضة وأيضا ثلاث سنوات في الحكم وهو ممكنني من معرفة السلطة من الداخل وفهم هذه السلطة من الداخل هذه التجربة يعني تجربة المعارضة وتجربة رئيس الجمهورية السابق تجربة المثقف الذي تعامل مع يعني المفاهيم وكثير من المفاهيم تتحكم في رؤيتنا للعالم وتتحكم في طريق التعامل مع القضايا تجربة أيضا الحقوق تجربة طبيب المجتمع هذه التجربة هي الذي أريد اليوم أن أنقلها إلى الشباب وأنقلها إلى الأجيال المقبلة لأن قناعتي أنه هذه التجربة من الضروري أنها يعني تنفع لأنها قد تقي عثرت قد تربح الوقت الضروري لبعض لقيادات الشباب وأيضا أريد أن أعطي الأمل يعني أريد أن أفتح باب الأمل لأنه إحدى أسليب الثورة المضادة هي يعني تحقير الشعب هي يعني إحباط العزائم هي إغلاق باب الأمل وأنا قناعتي أنه بالعكس نحن الآن في فترة رغم كل الصعوبات وهذا ما سأثبته إن شاء الله في الحلقات المقبلة أنه رغم كل الصعوبات فأنا في فترة خلق وإبداع ولسنا فقط في فترة تدمير إذن من جهة هذه الخبرة ومن جهة هذه الروح التفاؤلية الروح الحماسية روح التعلق بالأمل وليس التعلق بالوهم هي التي أريد أن إن شاء الله عبر هذه الحلقات يعني أنا أبثها فيكم حتى تواصلوا هذا الحلم الجبار حلم خلق شعب من المواطنين خلق دول الديمقراطية خلق مجتمع عربي مسالم متقدم يعني يطيب فيه العيش وحتى حن نحقق هذا الحلم لوطن نهرب إليه ولا نهرب منه في الأخير أقول لكم ننتصر أو ننتصر اللون جدو ثانيا